وقال لي يا أستاذ ناشئة قال لي صفحتنا على الفيسبوك كانت اتقفل ليه يا ساروت؟ قلت ليه بتفقر على الصفحة يعني؟ قال لي لا ده اتقفل أنا متوقع ليه يا عم في ايه؟ قال لي الفيسبوك كونوا لجنة من 20 إلى 30 شخص على مستوى العالم يرجعوا المحتوى ويضيفوا أو يحزفوا أو يلغوا صفحات أو محتوى كونتنت مش على مزاج الإدارة بتاعت فيسبوك تقول طيب ويهي المشكلة؟ احنا عندنا ناس مشكلة يا ساروت يعني عهد يعني قال لي لا أستاذ ناشئة قلت أنت مش عارف تقول له تعرفني قال لي من ضمن اللجنة دي البنت اللي بتكرهنا وبتكره مصر وبتكرهك شخصيا توكل كرمان اليمنية اللي وقت ده جهزة نوبل وقعدة في تركيا شغالة عن درجة طيب أردوغان عمل لها قناة اسمها قناة ايه؟ قناة بلقيس ويفت انتباه قلت له لا ده كلامك ده صحيح دي المجموعة اللي موجودة يعني أول واحدة ايفيلين ايفيلين دي ايفيلين وتوكل اللي جنب بعض دول ده واحدة إسرائيلية وواحدة يمنية مبدئيا يعني لسه مش عايزة أبصة على الباقي دلوقت لكن قرار الإدارة الفيسبوك انه يشكلوا لجنة اسمها لجنة الحكماء واللجنة المحكمة العليا يراجع صفحة فلان ويشوف ايه المحتوى ده بيحض على الكراه ايه؟ ايه الغي ايه المحتوى ده ضد حقوق الإنسان ايه الغي المحتوى ده مش على مزاجي ايه الغي دون الرجوع إلى أي جهة أخرى انا بقول سيد مارك زوكربيرج اللي هو رئيس وصاحب فيسبوك يبدو انك بتضع حبل على رقبة فيسبوك عندما يتسلل احد الارهابيين واقصد توكل كرمان توكل كرمان اليمني اللي خاند جايزة نوبل السلام بالباطل واجب ان تسحب منها وهي عضو في حركة الاصلاح اليمني اللي هي زراع الاخوان المسلمين في اليمن ودافعت عن الاخوان المسلمين في كل مكان ودافعت عن محمد مرسي ودافعت عن هؤلاء الذين حملوا السلاح ضد الجيوش الوطنية وضد الدول وحاولت ان تشعل الازمة داخل مصر في 2011 و12 لمحاولة تيجي مصر وذهبت الى تركيا لتدشن قناة باموال قطرية تركية اسمها بولقيس تجلس دائما مع رجل طيب اردوغان تجلس دائما مع تميم تجلس دائما مع هؤلاء عزم بشارة كل الناس اللي ضد الدولة المصرية دائما ما هي على ده دي توكل كرمان مع ايمن نور وايمن نور بيقول لها مبروك عليك وعلينا طبعا دي توكل كرمان مع ايات عرابي ورفع اشارة رجعها لي يا عم استنى بس يا جماعة رجعها لي دي ايات عرابي اللي بتقول الجيش المصر جيش التواغيت دي ايات عرابي اللي بتنادي كل يوم بقتل الضباط والجنود دي ايات عرابي اللي بتتكلم على كورونا وبتقول اعدوا الناس اللي غير مصابين دي ايات عرابي ازاي الست دي اليمنية دي اللي اسمها توكل كرمان رفع شعار هو شعار وشارة ارهابية مع الست دي وازاي ياخدوها تاخد جايزة نوبل وبعدين ياخدوها في هاتل السور اللي بعدها لا سمعت اهي دي التوكل كورونا ما قاعدة رفع دي مش حرية تعبير دي بترفع زي زي الشارة الماسون بتاعة المانيا اسمها ايه النازية زي النازية بالظر دي قاعدة مع مين قاعدة مع تطل عمره وريق غطر اهو قاعدة رايحة تاخد الصرفية بتاعتها والشيك بتاعها اهو اللي بعده يابن فين اردوغان يابن طيب يعني ادي ادي مبدئيا بس بقولكم مين هي توكل كرمان هي صديقة تميم هي صديقة اردوغان هي صديقة عزم بشارة هي صديقة ايمن نور هي صديقة كل هؤلاء اهو ادي 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 مع عزم بشارة واردوغان ويتامين هي دي دي عينوها تراجع محتوى في سبوك فصار وات منصور عنده حق احنا نتوقع ان صفحاتنا وتتقافل فاحنا بنقول لابد من تحرك جمعي مصري وعربي ضد هذا الاجراء في فيس بوك لانه لا لتوكل كرمان لانه لا للهابيين داخل مراجعة المحتوى في فيس بوك لا نقبل هذا وبقول تاني انه بالتأكيد لو في ضغط حصل باستمرارها فيه بالتأكيد التلتمية وستين مليون عربي وكل احرار العالم اللي بنقوله بحذرهم ناس ايديها ملطخة بدماء الابرياء موجودين بيراجعوا المحتوى في ادارة فيس بوك عايزين ننتبه عايزين ننتبه لانه الموضوع محتاج الناس الخبراء بتوع السوشال ميديا بتوع الهاشتاجات وبتوع الحاجات دي المفروض تتحركوا لانه لازم صوتنا يوصل ليه الملاك لانه احنا سوق كبير للفيس بوك العالم العربي سوق كبير سوق اعلانات وسوق غيره فاحنا بنقول تاني ده تهديد واضح دي واحدة بتكره الدولة المصرية بتكره الجيش المصري بتكره المدنية المصرية دي مع الارهاب مع الاخوان دي مع كل هؤلاء اللي بكرهوا مصر بالتالي بقول انه علينا ان نتحد لمواجهة هذا الوافر الجديد الذي ربما يؤدي الى تأثير سلبي ايه مع اي منور مع ايات عرابي مع غيره الصور دي اعتقد فاضحة